يكون عنده تلات حراس مرمى والتلاتة مصابين ما بين اتنين كورونا وواحد مصاب مش هيكمل البطولة والليحة بتاعت البطولة بتقول انه ما ليش دعوة هتلعب يعني هتلعب لكن في الاخر سيبنلك سطر بيقولك فيه انه إلا إذا رأت لجنة البطولة المنظمة ان هي تناقش الأمر وتصدر قرارات سيبنلك الموضوع انه هم من حقهم ما يلجأوش للكم بند اللي موجودين بتاع جمع 11 ولعب ولو ما عرفتش تجمع 11 هتعتبر خسران فمدام فتحين ده ليه ما استغلوش ده ليه ما فتحوش المجال لمنتخب جزر القمر ده سؤال يطرح لكن في النهاية هم قايدين ليحة تمام هي مجرد استفسارات تخليك قلقان شوية مش حاجات تخليك تقول ان الكاميرون الحكام بيجملوها وانه هم لازم ياخدوا البطولة لكن تخليك قلقان طبيعي جدا أنا قلقان والحقيقة انه بالكلام عن الكاميرون وتنظيمها للبطولة كان فيه نهاردة مقالة نشر في صحيفة اسمها The Continent صحيفة افريقية لمدة اسبوعية بتكتب موضوعات عن كل دول القارة ما بين السياسية منها والرياضية والثقافية والاجتماعية والحقيقة ان الموقع ده النهاردة كتب مقال بعنوان إدتو الرئيس وبعدها كتبين انه يعني فيه خطوة تالية لإدتو بعيدا عن المضمون الكامل للمقال ده لان المقال ده فيه اتجاهات سياسية شوية وبيتكلموا على إدتو طموحه السياسي اللي مش هيتوقف عند الطموح الكروي انه يبقى رئيس وانه ازاي اصبح رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم مش بس مستغلا نجوميته كلاعب في الكرة الاوروبية وباعتبره من افضل لاعبي القارة الافريقية عبر التاريخ لا اذا حط خطة في مواجهة منافسي اصحاب السلطة الرياضية بقالهم سنوات وهو عنده 40 سنة بس والخطة دي خلته ينتشر في مجتمع الكاميرون من خلال المدارس والملاعب وكل حاجة فكون جباهات تدعمه لدرجة ان يوم الانتخابات شهر ديسمبر اللي فات قبل البطولة كان فيه ناس وقفة برا الاتحاد مستنيين اتو يعلن رئيسا الناس عادية جمهور ده غير ان الانتخابات دي نفسها لأول مرة في تاريخ الكاميرون تزاع تلفزيونيا يعني فهم واخدين الموضوع بالتناول ده لكن في السياق ده كمان متكلمين في نقطة مهمة جدا وهي انه علاقة اتو برئيس الدولة الكاميرونية بيا بيتكلموا في انه مع الحرب الاهلية اللي موجودة في الكاميرون ما بين المتحدثين باللغة الفرنسية وهم 80% من السكان وما بين الناطقين باللغة الانجليزية وهم 20% من السكان والحرب اللي قائمة واللي بسببها 20% اللي هم حركات انفصالية عايزين ينفصلوا هددوا انطلاق البطولة وقالوا مش هتستغل البطولة دي في ان انت تخلينا ما ناخدش حقنا او ان انت تحط الجمهور بتاع الكرة في وش المدفع يعني كنوع من الحماية لرئيس الدولة ده كان كلامهم وقتها فهم مؤشرين للنقطة دي مؤشرين للنقطة قد ايه؟ ان البطولة دي مستغلة هناك في الكاميرون مستغلة انه قد تكون لأسباب منها السيطرة على الوضع منها ان الفوز بهذه البطولة سيهدئ الاوضاع ما بين الكاميرونيين منها ان الانتصار في هذه البطولة قد يعين الرئيس دي كلها مقالة سياسية لكن متكلمين فيها على بطولة قوم افريقيا وبالتالي سموا لقدتوا من حقه تماما زي ما من حقنا ان احنا يبقى هدفنا رقم واحد ان احنا نكسب البطولة اللي بتلعب على ارضنا مية في المية كاميروني انا بقى حيين ويبقى عايز ياخد البطولة ولكن النقطة الاهم هو كيف تحصل على البطولة لو هي فير فمبروك عليك لكن لو مش فير فلازم تاخد احتياطاتك قد يكون الفيديو اللي نشره النهاردة مختلف وسائل الاعلام لقيته وهو بيتكلم رئيس الاتحاد الكاميروني مع لعيبة الكاميرون بيقول لهم ماتش الخميس ده هو الاهم اللي فات كله بيودل ده واللي جايه هيودل اللي بعده واصفا المباراة بانها حرب بالمناسبة انا مش معترض على وصف المباراة انها حرب خالص ده حانخين حرب كرة احيانا الكلمة بيوساء استخدامها مفهوم واحنا في اعلام كانوا بيدرسونا انه لازم تبقى مخلي بالك من الكلمات وان الكرة ما ينفعش تستخدم فيها الالفاظ اللي هي ما بتتوافقش مع الرياضة مفهوم لكن في الاخر ككورة عادي احنا ده حين حرب انتو اياما اتفرجنا على بيديوهات لمدربين مش افرقة يعني اوروبيين ومن قارات مختلفة بيتكلموا على بيصفوا المباراة بالمعركة او بالحرب يعني فهي ككورة عادية والحقيقة فيه يعني كم من المديرين الفنيين اسأل اسأل انت اي مدرب تعرفه حتى لو مصري قوله انت وقت المحاضرات بتقولي هتلاقي يقولك موت نفسك هو يعني بيقولك موت نفسك لا ما موتش نفسك يعني يقصد يعني كل النجيلة هو كل النجيلة لا فهي كلمات بتستخدم لتحفيز اللاعبين حقه انا مش هعتبر ان ده مشكلة لكن ده بيتوافق مع سياسة ان الكاميرون بالنسبة لها الفوز بالبطولة حياء او موت وليس فقط تتويج ببطولة تخليهم ياخدوا اللقب السادس في تاريخهم هي تتويج ببطولة اهميتها قد يكون كمان سياسي اجتماعي وبالتالي باهمية التتويج بالبطولة قد تلجأ الى وسائل تراها انت مبررة لكنها بعيدة عن العدالة ومنها التحكيم علشان كده احنا من النهاردة لغاية يوم المباراة لازم نطالب الاتحاد الافريقي لكرة القدم مش بس بتعيين حكام قادرين على ادارة المباراة لكن بحكام قادرين على ان هم يواجهوا الضغط وما يكونوش متأثرين بل وما يكونوش مجاملين لازم احنا كمصر ككورة مصرية نطالب بتحقيق العدالة باي طريقة ممكنة باي طريقة ممكنة ليه؟ لانه انت لازم تستبق الاحداث ماينفعش اللي حصل في ماتش المغرب والحمد لله مرنا منه بذكاء ككورة مش معناها انه يعني يعني معناها ان احنا مش مبسوطين بأداء الحكم فممكن يحصل نفسه او اكتر فلازم نتعامل معاه متوقعينه من قبل ما يحصل احنا كجمهور و احنا كمسئولين و احنا كاعلاميين و اي حد الحياة بيتكلم و ليه صوت لازم يركز على ده مش عايزين اكتر من حقنا خالص عايزين نلعب نكسب ان كنا الافضل او الاكثر توفيقا و نخسر لو الحظ ما وفقناش او ان احنا ما كناش الطرف الافضل انما كحكام وكأي امور خارجة منها مثلا الPCR اللي عامل قلق من اول البطولة لازم يتم الانتباه جدا لهذه النقطة لازم يتم الانتباه جدا لهذه النقطة علشان كده من النهاردة الحد البطولة فيها هاشتاج قررنا ان احنا نستخدمه باللغتين العربية والانجليزية وهي الاكثر انتشارا في قارة افريقيا لو قررناها بالعربي يعني وهو نريد مباراة عادلة وبالعربي نريد العدالة التحكمية واستخدمه كمان الهاشتاج بتاع افكون 2021 2021 اللي هو الاكثر انتشارا على مستوى البطولة و نريد العدالة التحكمية هاشتاج بالعربي هاشتاج بالانجليش we need a fair game طبعا لازق في بعض زي الهاشتاج بالانجليش لكن اللي بالعربي يحط underscore بعد كل كلمة نريد العدالة التحكمية وصل صوتك اكد على انك ترفض اي اخطاء تحكمية زي ما قدامنا على الشاشة و زي ما موجودة فوق كمان على الشاشة نريد العدالة التحكمية we need a fair game يكسبونا نكسبهم ما فيش اي مشكلة لكن من غير اي تدخلات عفوا خارجية ممكن تؤثر على نتيجة المباراة كل ما اللي أنا بقولوا ده ده بتاعنا احنا احنا كجمهور و متابعين و محبين و عشقين لكن مش بتاعة اللعيبة اللعيبة ممكن يضغطوا ضغط خلال المباراة لو لقوا ان فيه اخطاء من غير ما نتشتت ابدا ابدا مهما كان مستوى الحكم جيدا كان او سيئا انت بتلعب عشان تكسب والله قعد يحسب لك فولات على حدود منطقة الجزاء قد كده ادك انذارين تلاتة في اول ماتش كان حكم فير والدنيا ماشية كويسة والانذارات مستحقة والفولات مستحقة انت هتكسب يعني هتكسب بروح مباراة المغرب و بروح مباراة كودفوار و بالاصرار اللي عند اللعيبة و بالمستويات اللي بيقدمها كل المنتخب هتكسب يعني هتكسب بتحكيم كويس بتحكيم وحش بPCR من غير PCR هتكسب يعني هتكسب وراك احنا بندعمك و بنقولك يا رب النهاردة عملت مسحة كانت سلبية كاجراءات احترازية بحسب مقال الاتحاد المصري لكرة القدم لكن ربما يكون فيه مساحات جديدة كمان قبل انطلاق المباراة طيب استخدموا الهاشتاج نريد العدلة التحكمية وينيد افير جيم من خلال صفحاتكم المختلفة اتكلموا بالعربي بالانجليزي اكدوا على ان احنا عايزين العدل فقط لا غير والمتأهل هامباريكلو اذا فاز بالعدل بالعدل اشتركوا في القناة